نروح لحدث رياضي طبعاً جمهور الزمالك اللي منذول على موعد مع البطولة العربية خلاص هيبدأ الزمالك منافساته فيها بكرة بمواجهة الاتحاد المنستيري بطل تونس في بطولة كاس الملك سلمان في المملكة العربية السعودية المجموعة اللي بتضم اللي موجود فيها نادي الزمالك بتضم كل من الاتحاد المنستيري بطل تونس النصر السعودي والشباب السعودي طبعاً الفرق السعودية اللي منذول احنا عارفين في حالة تألق كروي خلال هذه الفترة مركاته قوي جداً واستعدادات على أعلى مستوى كمان الزمالك أتم استعداداته بشكل كبير جداً للبطولة وحشت كل عناصره عناصر القوة عشان يقابل بقى مين؟ يقابل رونالدو يقابل تاليسكا يقابل طبعاً نجوم النصر ونجوم كمان فريق الشباب والاتحاد المنستيري اللي هيقابله بكرة إن شاء الله بكل تأكيد المهمة ليست سهلة على الإطلاق في ظل وضع نادي الزمالك الحالي لكن اللي متأكد منه اللي عيبت نادي الزمالك قادرين على إثبات نفسهم لأن عندهم عناصر قوية جداً وعناصر متعودة على الاحتكاك في البطولات الكبيرة معانا دلوقتي الناقد أرياضي أحمد الهواري عشان نعرف منه آخر استعدادات نادي الزمالك لهذه البطولة يا أستاذ أحمد مساء الخير عليك محمد تحياتي لحضرتك مساء الخير وتحياتي لك وتحياتي لكل أستاذ المشاهدين يا أهلاً بيك بتتفق معاين الزمالك قادر؟ أكيد طبعاً أنا بتتفق معاك على الرغم من أكيد فيه تخوف من جمهير الكرة المصرية بشكل عام وجمهير نادي الزمالك على وجه الخصوص ولكن يعني الجهاز الفني بقيادة الكولومبي أخوان كارلوس أسوريو ولعيبة نادي الزمالك كل كلامهم مع بعض سواء في الفندق الإقامة في التدريبات في الجلسات الخاصة اللي بتجمعهم كلهم بيكلموا أن لا لازم بطولة بيبدأها وبنخود أول مباراة فيها لازم نبدأ بشكل قوي جداً بيرهنوا على نفسهم أنهم يقدروا أنهم يعملوا حاجة مش هنقول أن الزمالك مرشح قوي أو أن اللعيبة والجاز الفني بيتكلموا أنهم يحققوا اللقب لكن على الأقل أنهم يعني يوصلوا لأبعد نقطة يقدروا يوصلوا لها في البطولة العربية النهاردة زمالك اختزم تدريباته على ملعب عقاص بمدينة الطائف في المملكة خلينا أقول لكم حضراتك خبر كده يعني خاص منذ لحظات نيريت من قيد حمدي على اللعب اللي كان معار اللي نادي البنك الأهلي ورجع وأيضاً اللعب أحمد زكي اللي كان معار اللي نادي زد ورجع زمالك تمكّن ده معنى أنه دفع الغرام يعني 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 الزمالك خلاص قدر أن هو يقايدهم كان فيه بخصوص المديونية كان فيه كده اتفاق مع اتحاد القرى أنه هيتم التسوية والزمالك يدفع كل فترة انتقلات 15 مليون جنيه يعني مش خلاف لكن الزمالك قدر أن هو يقايد الصنائي ولكن موقف أوباما عشان نفسي أنا عارف أن أكيد بتسأل على أوباما على وضع التحديد أوباما لسه زمالك والتحاد القرى في انتظار وصول بطاقته الدولية من الاتحاد السعودي لكرة القدم لسه ما وصلتش لحد اللحظة اللي نتكلم فيها دي أوباما ما يقدرش يشارك بكرة لأن البطاقة الدولية لسه بتاعته ما وصلتش طيب قيمة الزمالك فيها مين والتشكيل بكرة يكون عامل ازاي طيب لو استعرضنا كده مع بعض القيمة كان مركز مركز حرص المرمى عواد صبشي نديم خط الدفاعة العمر جابر المسلوسي عبدالغالي السام عبد المجيد الزناري محمد طارق أحمد ستوح حتم سكر أحمد زكي خط النص روءة ودونجة وحمد علاء ومحمد فسام وعمر السيسي وزيزو أوباما وديمار وإيشو وشكبالة وبرايما نضاي وفي الهجوم الجزيري ومصر منسي وعلي ياسر ومهاجم كمان انضم مهاجم شاب انضم للقايمة وهو محمد صلاح زكي التشكيل ما نقدرش دلوقتي نقول ملفه لأن أسوريو في حاجة كده بيتتبعها خلال المطشات الأخيرة أنه ما بيعلنش خالص تشكيل ما بيبينش في التأسيمة كان دايما المدربين في التأسيمة الأخيرة بيبينه لكن سوريو بيحاول أنه هو يعني يعتمد على المجموعة الموجودة معها كلها عشان يخلي اللعيبة كلها يعني جاهزة للمباراة لكن أعتقد تقدر تتوقع من خلال مشاركاته الأخيرة في الدورة آه يعني لو بنتكلم هو رجل واضح أنه عنده أشرار أنه يشارك بنفس القوام الأساسي بنتكلم أن الحص المرمى هيكون صبحي عبدالغني وحسام عبدالمجيد والمسلوسي يعني ممكن يحاول أنه يدفع عبدالنجا على الرغم من عدم اكتمال شفاءه يكون كمان موجود زيزو موجود شيكبانة نضاي نمار وقدام سيف الجزيرة ونصر منسي يكون موجود على الدكة كورقة ربحة نصر كان بيشارك أوقات مع سيف الجزيرة اتنين من المهاجمين قدام لكن بكرة ما أعتقدش أنه ممكن يبدأ بيهم الاتنين مع بعض ده تشكيل الزمالك لو توقعنا سوى كده لكن اللي بأكتده لحضراته أنه هو الراجل ده هو حريس أنه هو متحفر يعلن التشكيل قبل التوجه للملعب طيب انت خلال الفترة الأخيرة شايف نادي الزمالك ونجوم نادي الزمالك قادرين بالفعل على الفوز على الأقل هنتكلم عن المباراة الأولى لأنها بتعتبر زي ما قال أن القادر يضين أسهلهم بص هما التلام اللي كان دايما في الجلسات ما بين الجلس واللعيبة بيتكلموا عن ترتيب المطشوات هما شايفين أن الترتيب إلى حد ما خدم شوية زمالك يعني المطشوات متدردة بتتكلم الاتحاد المنستيري بتتكلم عن الشباب السعود يوم الاثنين والنصر المباراة الأخيرة يوم الثلاث فهم شايفين أن أنا أول مطشين أنا داخل عشان أكسب المطشين ومطش النصر لما أشان رزك أن أنا داخل بقى مطش النصر أنا هلعب النصر على بطاقة التأهل لا أنا أكسب الشباب أكسب الحال المنستيري وأكسب الشباب السعودي لذا أفت أخذ 6 بول يبقى أنا كده ثورة كبيرة في التأهل أو ضمنت بطاقة من بتأسين التأهل وداخل مطش النصر أنا بلعب جيم يعني زي ما بنقول كده بالوقت الكرة جيم للشهرة مش داخل على أن أنا أخطف بطاية التأهل من المصر ده كان الكلام اللي بيحصل فيه الجلسات عشان كده بقولك أنا متوقع أن الزمالي بكرة حسوزه كبيرة جدا أنه يقدر سمطش الاتحاد المنستيري يحقق الفوز ويخطف أول ثلاث نقط في المبارا هيساعده بشكل كبير جدا في حسن التأهل لأن دايما البدايات بتكون حسيمة في الأدوار بكل تأكيب نتمنى طبعا التوفيق لنادي زي مالك في هذه المباراة شكرا جزيلا أناقض أرياضي أحمد الهواري